صباح النور. كانت منه ان هاد الفيديو لقاكم في احسن الاحوال. اليوم شاء الله غادي نحضروا جميع الفقس مسوس او الفقس البلدي دينا. غادي نعطيكم جميع الاسرار باش نجح لكم الوصفة. انا ما نجحت لش هاد الوصفة بعض بزه ديال التجاريب. والحمد لله آآ ناجحة وعندها واحد الاقبال كبير مع زبناء ديالي. غادي نعطيكم كذلك الاسرار ديال الطهي دياله. بالنسبة للناس اللي غادي يحضروا جوية او كمية كبيرة يبيعو الشريوفي. آآ لان ما غاديش يتسنوا الفران حتى يبرد عادي ديروا مقلاب مقلاب الفران بارد. آآ مهم ارا هو كله اصرار لذلك. كنتمنى انكم تبعوا الفيديو من الول حتى الاخر باش تنجح لكم تنتم الوصفة. الناس اللي كيشوفوا القناة الاول مرة مرحبا بيكون فيها والاوفياء ديالي ما تبخلوش عليها باعجاب والتعليق الزوينة ديالكم راهي قناتكم قبل ما تكون القناة ديالي. يلا نحضروا هاد الفرقات الجميع. عندنا هنا ثلاثة البيضات تقريبا الحجم ديالهم رشتيو كبير شوية. وعندي خمسمائة جرام ديال الدقيقة اللي أبيض من نوعية جيدة. كس ديال الجنجلان كس ديال السكر حبيبات كس ديال الزيت وكس ديال اللوز. عندي واحد المعلقة ديال النافع البلدي. وعندي هنا يا ربعتاشل جرام ديال السكر الفانيلا وعندي تقريبا اه اه اتناشل جرام ديال الخميرة الكيموية. اولا انا كننخلطو بالبطر. كيمكن لكم اللي بغي يخلطو بيديه. ما عندوش البطر يخلطو بيديه ولكن كنفضل انني نخلطو بالبطر. اه باش ديك السكر كين دامج مع الزيت وما كيبقاش الزيت معزول. غدي نضيف عليها السكر حبيبات. وغدي نضيف سكر الفانيلا كيمكن لكم تعودو بماء الزهر. غدي ندير ذاك المعلقة ديال النافع. كان بغي انا تكون نسمد النافع حاضره. المهم كان بخنخلطو حتى كان انا خسني العناصر يتخلطو ما بعديتو مزيان. كان نضيف الزيت المائدة. وكان بخنخلط حتى كان شوف ان الخليط بدك يبيض رهنتو مشتو كيفاش كمشيت. ما بغيتوش انا نطلعو. بغيت الزيت ما يبقاش معزول. يبقى باي. تخلط مع البيض مع السكر. ايلا ما عندكمش هاد الخلط الكهربائي. كيمكن لكم تضيفوا الفووي او غاب يديكم ولكن تخدموه مزيان. خدمو هاد السكر و هاد شي مزيان قبل ما تديرو الدقيق. هنا غدي نضيفه في القصرية و غدي نضيف عليه هداك الجنجلان. الجنجلان انا حمرته من شي حمرته بزاف. تقريبا نصف تحميره ديالو. وبنسبة للوزقة ما فيزكتوش في الماء بزاف. غير فيزكتوه بالماء وحيتو لانه يباش يلسق عليه ما يبقاش يتحيد من بلاستو. ما بغيناش انه يفزك. بغينا غير انه غير القشرة ديالو تكون من الدية شوية. باش ما كيبقاش يهرب مني كدجو تقطعوه يبدا يتحيد. لان اللي في خليناه يفزك واحد لمدة طويلة انه هو كي يولي رطب بزاف وما كيتحمرش يبقاش يمجلود. هير مثلا ديرو فزلافة وديرو عليه المخو وعليه الماء وعاو تصفيوه ضغياء ضغياء. طفت واحد اللي حبات كان وطاح وملكاس. المهم كاس عامر وانتو ما بنسبة للوز اللي بغي يدير واحد الكيمية كبيرة على حسب اللي بغي دير تكاسو شوية المهمانة كان دير كاس كي يجي فيه اللوز باقي نزعمة. هنضفت الخميرة على اه الطحين او الدقيق الابيض غير هو ما تديروش الدقيق كله في دقة واحدة. كتخليوا دائما واحد الحفينة على حسب الحجم ديال البيضاء او على حسب الطحين واش كيشرب او ما كيشربش. عندما انا دا بخليت واحد الحفينة تقريبا نخليت واحد 80 جرام مدرتاج. غادي نبقى نضيفها بشوية بشوية. نضيفها فالاخر كانت تخصاني ايها ديك مكدش خصاني وغادي تكون سكيلو ناقص. هنتماشيو كان بقى نخلط غي برؤوس الاصابع لانا الفقاس من الحويج او الاصرار ديالو بش كي مكي يجيش اه 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 نعزول فيه زيت هو انك ما كيبغيش دليك. كيخطو يتجمع غير بحال صابلي يتجمع برؤوس الاصابع ما كيبغي لادليك الاولو غي تجمعوها كبس بعانكم اوصاف. والعجين مخصوش يكون قاسح بزاف. لان لكن العجين قاسح هي فاش كي يوقعو دك تشققات الكبار. وهي فاش كيجي الفقاس مدقس. ما كيجيش الفقاس مهوي وخفيف. ده بقى انا بالليبني ديه بقي خاصته واحد شوية. انا غدي نضيفه. هنتو ما تشوفوا القاوم ديالو كيفاش غدي يكون. ما غديش يكون قاسح بزاف وما غديش يكون هاود خفيف بزاف. المهم انا دخليت قريبا نسكيلو وخلق بقات واحد لحفيه ناس غير وورا هي اللي بقات شايطة. هانتو ما غدي نوريكم شوية اللي بقات ديالت. حين را ما بقاش هانتو ما حفينا اللي بقات. كيقدر بعد نوبات. بعد نوبات كيدخول كامل نسكيلو كيدخول كامل. هانتو مشي القاوم ديالو كيكون اه رطب. ماشي رات كي تكي لسق بعد نوبات في اليدين. انا هنا انديرو على جوج ديال البراعد. انا هنا را خلط جوج درت كيلو ديال بحين درت جوج الخليطات باش نوريكم طريقة حي تنطيب واحدين بالفران بارد واحدين غدي نطيبهم بالفران سخون باش نوريكم طريقة ديالتاهي كيفاش غدي تكون. بالنسبة للناس اللي ما بغوش يجو فيه تشاقق قطرش يجو القوام ديالو كيفاش خفيف. ماشي قصح بزاف. وكتحاولوا لكي هنا شي لوزة ولا شي حاجة. كتحاولوا انكم دفنوها لداخل ما تخلي واش خرج على الفوق. هناك يمكن لكم تحكموا في البودان. اه يا اما لم بغيتوا الفقاس شباري. بحالي كيقول لك بغينا الفقاس شباري في الكوموند كيقول لك بغينا الفقاس كبير او صغير. يا اما اللي كان كبير غدي تديرو البودان كبير. كنتوا بغيتوا الفقاس صغير كديرو البودان صغير على كد تحكمو في القياس ديال الفقاس دابة في هاد الوقت هذا. وحتى تقطاع كيمكن لكم تحكمو في القياس ديالو. هنا انا بحال اقول لكم انا رادرت الجوج ديال نسكيلو في نسكيلو ديال الفقاس باش نوريكم طريقة ديال الطهي في الفران بارد. وطريقة ديال الطهي في الفران مني كيكون اه بحال ده بلا كنت عندك واحد كمية كبيرة. الناس اللي غدي تجروا فيه. كيخصوم ما غديش يتسنو الفران حتى يبرد عادي ديرو مقلة بمقلة. غدي المهم غدي نديرو واحد طريقة اللي باش ما كيجيش الفقاس متشقق بزاف. كيجي في واحد شقيقة خفيفة الفوق مدراش. ولكن كيمكن لكم طيب واحد كمية كبيرة. ان هادو كليب خوفيسيوني كيكون عندهم الفران في ثلاثة طبقات كيمكن لكي ثلاثة وربعة طبقات ديال ديال المقالي او دلاطات في الفران. ما غديش تسنو بحلقاتكم. اتي برد الفران. هنا اخديت شوية ديال القهوة ديال سريعة الدوابان. ودرت معاها واحد صفر دبيضة. انا هنا ما كانت ش متواجدة عندي اللقهوة سريعة دوابان. درت شوية القهوة كحل. ودرت معاها صفر دبيضة. غدي نحاول ندهن بيالوجه والجوانب. تمشو حتى لجوانب باش ما كيجيش شلف قصر من دهن هي من الفوق. وقد يتاخدو هادي اللي كاتبع معاها الكوباتة وهادي مسننة او نديرو غير آآ فرشيطة هاكا بحل هاكايا باش كيجي في هادك الزواق ديال ها من الفوق. كيجي بحلا آآ في هادك الخطوط من الفوق. كانت قبوه بفنيتها من الجوانب ومن الفوق. وكان ديرو في الفران كيكون بارد. وكانت طلعط طوط الفوق وانشعلو عليها غير من تحت وعلى دراجة الحرارة مية وخمسين دراجة. وكان خليوه واحد تقريبا واحد ثلاثين دقيقة. من بعد مني كان شوفوه طاب من الجوانب. كان حسو بي طاب من الجوانب. كان هبطوه للواسط وانشعلو علي الفوق. يتحمر شوية من الفوق. هانتو مشتيو كيفا شراء طاب تقريبا من بعد كانت ناواتك يتحمر ونخرجوهم الفران. من بعد ما كياخوض في قصد ديانا واحد ينذهبي من الفوق. كان خرجوه من الفران. وكان نديرو له واحد بلاستيك غدائي باش كي يعرق فيه. ونخليوه حتى اللغد لي ما الافضل ما الافضل يبات عد لغد لي نقطعوه. ولكن الى كونتو يمزرو بين وبغتو تقطعوه رما كان مشكل خصيل موس يكون ماضي وجديد. هانتو نديرو البلاستيك غدائي اه فيهم بجوج. وغدين من بعد غدين غدين دولهم بلاستيك غدائي غدين نغطيهم بواحد المنيدن. ونخليوهم على الاقل على الاقل واحد الربعات السواع. عاد نقطعوهم. هادو الجوج ديالي بودان اللي بقاولي. غدين طيبهم في الفران صغن. غي باش نوريكم الفرق ما بين اللي غدين طيب في الفران بارد. واللي غدين طيب في الفران صغن. هادا بحل اقول لكم الى كنت عنا واحد الكيمياء كبيرة للفقاس. ما غدينش نبقاوه نتسن ناوتي يبرد الفران عاد نديروه لمقالي الاخرين. غدي غين ندهنوه بالبيض ونشرطوه تهوه نفس بحل يدرنا الاخر. غير هو ما غدينش نتكوه بالليبرا. غدي نقبطو واحد الموس. وغدي نجيب واحد الفتحة نديروها من الوسط. هاديك الفتحة ما كتخليش الفقاس يتفرح من الجنب. كيتفرح غير من الفوق. كتجي فيه حلة واحدة. كنشعلو علي الفران من الفوق ومن التحت. يكون سخون. وكينديروه في الوسط ديال الفران. وكينخلي واحد تكيب تقريبا واحد ثلاثين دقيقا. كنلقى وطاب من الفوق ومن التحت. كنديروه درجة الحرارة تقريبا مئة وسبعين. ما بين مئة وستين تل مئة وسبعين درجة. ومدعد ما كيتطيب كنخرجهم الفران. بالنسبة لهذا كلي شعلت علي الفران من الفوق والتحت. هانتو ماشتيو كيفاشجا. كتجي كيجي طالع حسن من الاخور. وكيجي مهوي كتر من الاخور. وحتى في الماداك كيجي مخالف. ولكن كتكون في واحد شقة الوسط. راشتيوه. هدي شقة الوسط ما كتجيش دارة بزاف. على ما انا غريبة كنقولو غريبة مفرقعة. طالف قاسي تفرقعوه. لكن را كيجي. الماداك ديالو كيجي هدا. حسن من هادك. اللي كنكونو درنالو طلعنا حتى الفوق. ومجاوش فيه تشققات. لان انا منيكي كل فران بارد. رام طبعة الحال. اللي كيجي مهوي كتر. كيجي خفيف ومهوي كتر. ها هو هدا. هو اللي ما تشقق الناش. اه بالنسبة لتقطاعي اللي بغيتيوه يجي كبير. كتقطعو ام بي. ما يلبحل هاكا. بغيتيوه يجي ومقاد. كتقطعو هاكا مستقيم. دعمها مقد. ماشي ما كتعوجوش الموس شوية. بالنسبة للموس كيخسو يكون ماضي بزاف انا استعملت هنا موس ديال حده جديد. كيخليوه تكون جديد. اه وتخبيوها غير الفقاس. هانتو ماشيوه ما كيخلي لكو صور. الاول وكيدي يمشي معاكم تقطاعها مقادة بلا كيتر بلاوالو. بالنسبة لهادا اللي تشقق اللي شققناها ودرنا عليه العافية من لفوق ومن تحت. غادي نقطعو ام بي. رشي ميلت شوية الموس. باش كيجي لابغتيوه كبير. كيتميلو الموس شوية. وكتقطعو هاكا. هرا الموس ماضي ردو معاه البال انا رابدة كيقطع لي في بديا مني كنادك انا معاقبتها دك. ردو البال مني احد الموس ماضي. هانتو ماشيوه دك شققار كيجي من الفوق ما دراش بزاف. وما بيناش بزاف. ما كينشي فرق كبير بينو بين الاخور. الا ان الاخور كياخد واحد الوقت بحال يقول لكم. اه كياخد حتى الساعة الا رابعة ديال التوقيت كتر من الاخور. في فطهي. وما كتجينيش انا كينشي فرق في دك شقيقه ما دراش. انا كنقولها بالنسبة للناس اللي عندهم غدي طيبوح الكمية كبيرة. ما يتسنوش الفران حتي يبرد. عادي ديرو المقالة الخورة. يمكن لكم ديروها غير انتو مشقوها من الفوق. هانتو ما مكينشي فرق بين كبير. ها هما هدو اللي هدو اللي هدو اللي درتون في الفران بارد. وهدو الخورين هما اللي درت في الفران سخون. كأن هدا هو استفت الفقاس ديالي ودرتو على حرارة ناقصة بزف. مية وخمسين درجة. باش ما يتلهبش لكم. يجي تقريبا التهي ديالو كلو موحد. ما كيجيش جيها محمرة وجيها ما محمراش. بالنسبة لتخزين ديالو كيمكن لخصتكم تديروه واقف. ما يخصوش يكون ناعس. لانا اللي نعستيوه كيبدي تهرس. ربحلو بحل البيضة. البيضة منيكة توقفوها وتضغطو عليها ما تتهرش. ولكن يلا ما هو ميلتي وهارت غياء غدي تهرس. حتى بالنسبة للناس اللي غادي مثلا كيسفتوه البلاسة اخرى. بحل دابكي اللي بغي سفتو الوليدات ولا شي حاجة. مني تخزنوه بحل هكا. ديروا واحد البلاستيك من الفق باش كيتحكم فيه ما يبقاش كيش تيخصو يكون مرصي في البواطة. ما تخليش داك الفراغ كيل فوق. ديرو شي بلاستيكات او شي كاغيت ولا شي حاجة باش تحكموه. كان هدا هو الفقاس ديالي راشتو اللون ديالو موحد كيجي رائع ورا عندي واحد شا نقولكم سوم عمزي هنا في الفقاس كل شي كي حماق على الفقاس ديالنا الحمد لله. وكنتمنى انكم تبقوا الوصفة تبعوه تكون تبعوه تكون تبعوه الفيديو من اللي هو الحتى الاخر لانه بحلق دكم الوصفة رمشي هي المقادر. هانتو مشتوه ما كنش فرق كبير ما بين هادك اللي شققناه بالموس ولا الاخور اللي درناه في الفران بارد الا انه النوعية كتكون ديالك اللي تديال هادك تكون افضل في الماداق. اه كنتمنى انكم هاد الوصفة تكون اعجاب ديالكم وتطبقوها. والى اللقاء في حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله.